أولا سيدي علينا أن نكون صادقين صراحة الدفاع والإنكار لن يفيد الأمة في شيء بل ستسداد هبوطا نحن في زيل العالم اقتصاديا وعلميا وسياسيا وسلوكيا يجب أن نعلم وأن ندرك هذا إذا كنا لا ندرك هذا فنحن لا نستحق الحياة يجب علينا أن نقف ونراجع نصوصنا لا نقدس بشر كل النصوص تراجع حتى صحيح البخاري صحيح مسلم هذه الكتب لو علمت يا سيدي حقيقة هذه الكتب التي يستخدم أحاديثها داعش والأخوان وبوكو حرام في عملياتهم الدموية للأسف بخاري ومسلم كتابين غير موجودين بمعنى أن لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري لا يوجد كتاب اسمه صحيح مسلم محمد عبدالله البخاري من بخارة خرسان الكبرى لأزباكستان حاليا لم يكتب كتاب اسمه صحيح البخاري وإلا كان بين أيدينا مخطوطة اسمه صحيح البخاري هو حسب كتب أزباكستان ما تقول كان كفيفا ومات عاش كفيفا ومات كفيفا كان لا يجيد العربية كيف سيفحص ويمحص ستمائة ألف حديث فيه خلال ثلاث سنوات أو أربع سنوات كما قال التاريخ هذا كلام لا يعقله إنسان عزيز وصلت الفكرة لو كان هناك كتاب صحيح البخاري أين المخطوطة طيب وصلت الفكرة صحيح مسلم ما عليش نقطة صحيح مسلم طيب أبو حسين مسلم من ناسابور إيران لا يجيد العربية أين هي مخطوطة صحيح مسلم نحن نكذب على أنفسنا طيب ووضعنا شريعة غير الشريعة طيب دكتور